المنتخب مصر هيعمل ايه بكرة مع غانا؟ طب يا جماعة احنا هنعوض اللي حصل مع موزنبيق ولا لأ قالك دي هتبقى مصيبة سودة لو انت مكسبتش بكرة بإذن الله قالك لا ما تقولش كده سيناريوهات دارية دايرة يمكن اللي هون ولسه كنت بتكلم مع أستاذ جمال في النقطة دي ان كل المنتخبات العربية فعلا مش تمام في حاجة عايزين نفهمها وحنفهمها ان شاء الله خلال الفقرة هنتكلم في امور عدة وحنتكلم في كواليس طبعا بيدفنا العزيز جدا الأستاذ جمال الزهيري الناقض الرياضي صباح الحالة صباح أمم أفريقيا صباح الجمال صباح الحالة الأستاذ جمال وخلي سؤالنا الأول لحضرتك والسؤال كالتالي ينفع كده ينفع كده طبعا لا الأداء طبعا غير مرضي يعني احنا في خامة يعني اولا رغم ان انت احرزت هدف مبكر احنا قلنا الليلة ماشية معانا طبعا يعني لما تسجل الهدف بعد دقيقتين من بداية المباراة فالتوقعات كلها او الطموحات كلها ان انت تتحقق فوز كبير على موزنبيق لكن للأسف الشديد احنا شفنا السيناريو مخالف للتوقعات والأمنيات خالص وده يمكن اللي خلانا مع بداية الشيط التاني نقول الأداء هيتغير اتغير اه بس للأسف اتخطفنا بهدفين بصراحة كشفوا العيوب الدفاعية والأداء الغير متوازن اللي احنا قدنا به يعني انت ما جبتش جوان ما عززتش لها ما جيش بقى فيك كربونين بالطريقة دي يعني عيب اوي شكلها مش حلو يعني لكن برضو لازم يعني مش كلام نظري لازم نقول انه أحيانا البدايات بتبقى سيئة جدا يعني حتى شفناها مع فرق كتير كل فرق غير المصنفة حققت نتائج بزبط يعني يمكن ده يعني رسا كنا بنتكلم برضو قبل الأول هو ده اللي خلى الناس تهدى شوية في الحكم على المنتخب يعني يعني مش انت لوحدك اللي حصل لك كده اه بس احنا قلنا على فترة يعني عارف عبدالشاكور مبارح جزء الأول من حلقتنا النهاردة كنو منقولي هنا ونهيوان ان في بعض الأحيان بيبقى عادي الى حد ما ان انت ما تلعبش بالفول باور بتاعتك تمام بس احنا مش شفناش اي باور مش فول باور احنا مش شفناش اي باور بس هو هي عايز اقول انه التعادل ده او الاداء ده انت فزت في اخر انفاس المباراة يعني ما يعني وضربة جزاء ممكن كان الراجل يحسبها صحيح الحكم الموريتاني او ما يحسبهاش طبع يعني انت كان مصيرك كله معلق بالقرار بتاع الفار صحيح ان هو الحكم يقتنع او لا بعد اعادة اللعبة ممكن هي كمان تدخل او ما تدخلش ممكن ممكن تدخل او ما تدخلش والتاني يبقى التاني هو في المركز التاني وكاب فردي قلنا واكدنا انه هيطلع ضمن افضل توالد الدنيا تقلبت بقى متصد الدنيا تقلبت لان فعلا برضو كاب فردي اللي متابعها فرقة كويسة جدا طموحين جدا وبيعتمدوا على اللياقة والحماس والكلام ده فقلبوا الترابيز او زي بقى بنقول انما في الاخر برضو لازم نقتنع بحاجة انه كل الفرق الكبيرة تعرضت للموقف ده باستثناء كودفور نجت من مباراة من حمى مباريات الافتتاح واستنغال قدت برضو مباراة وعرض قوي جدا وفوز كبير بالثلاثية نقول بقى ان واللي ما جابش واللي احرز الاهداف مش المحترفين بتاعهم الاقوية برضو على فكرة ده برضو مش مفهوم شوية لا معلش كل منتخب استاذ جمال بيبقى مستني البطل بتاعه يعني لكن لا صلاح قد عندنا ولا ساد يومانية قد عندهم ولا فيه اي محترف دولي حقق حاجة مع المنتخب حتى هذه اللحظة هو بمناسبة ان انت جبت سيرة الابطال دول ليه بيزعلوا لما الناس تشعر بحزن لو النتائج طلعت سيئة ما هو لازم يبقوا متوقعين ده ولازم برضو يبقوا متوقعين انه الناس لازم تنفس عن نفسها زي ما بيسقفوا لكم اما تكسبوا وتفوقوا كمان هيزعلوا لو حصل العكس كده لكن حنرجع برضو نمسك في جزئية الامل احنا دلاتي مع الامل اغنية الامل الامل اللي لاع علي الامل اللي لاع علي كنت في حبك ضحي الامل مهم جدا في هذه المرحلة لانه حناخد بقى هنت في تشجيعك ضحية هناخد امثلة هناخد الامثلة السنغال كسبة مصر في الافتتاح في 86 ومصر كسبة البطولة مثلا هتشوف الارجنتين في اخر ظهور على مستوى كاس العالم خسرت من السعودية وخدت البطولة فعايز اقول انه الفرق البطلة او الفرق الكبيرة حجبت رجعني للتمانينات والساس جمال لا من اراجعتك للسنة اللي فاتت تتسر عالي لا هي لا هي بتحصل دي كده كانت صدفة كل كم سنة السنة اللي فاتت بس الوضع اختلف تماما دلوقتي مع التطوير اللي حصل الحمد لله ان انت في دوري مجموعة يعني يعني مش نوكاوت لو نوكاوت تبقى كارسة تبقى كارسة لكن لغاية ما انت تفوق كبطل او كفريق كبير من الصدمة احيانا الفرق مش احيانا دايما الفرق الكبيرة بتلعب على ان هي سهلة اوي هتقابل مهمة سهلة جدا وهتخطاها لكن بتفاجأ مهما عملنا من تحذيرات خلي بالكو يعني صحيح مهما عملنا من تحذيرات لازم احيانا بتبقى فيه اللاطمة دي بعدها لازم يعني لازم تفوق اه ماتش مصرو السنغل 80 ايه تحنا اه شفتي طالما متصور يبقى جديد طالما متصور الوان ايه متصور الوان اه زي الفل هو يعني مش حاجة عديدة لسه دخل الالوان مش من 57 يعني اه لا انا بقول يا دوب من الحاجة و30 سنة اه لا انا بقول انه هو اهمية البطولات ازاي ترجع للخط بتاعك تاني يعني ما تاخدش لاطمتين وراء بعد انت ما عندكش رفعية الناس مستكترة ان احنا ناخد حتى لاطمة واحدة ليه لان احنا منبص على منتخبنا احنا منتخبنا الاسماء اللي فيها عاملة ازاي ثقالهم اه اه اهم ازاي ففي الاخر انت مستاني انت تشوف حد قدنا يتماشى مع النجومية اللعيب العالم دي ازمة برضو تانية هترجعنا لنقطة ايه اختيار التشكيل اللي لعبها زي المباراة هل هو اعتماد على الاسماء ما فيه فرق انك تعتمد على اسماء هو ما اعتمدش على الاسماء يا استاذ جمال ده مش عذر الاسكواد بتاعنا واحد يعني انا بشوف الناس اللي بتتكلم عن الاختيار وللاسكواد ما هو ده اسكواد بتاع المنتخب والتمركز كان عجيب في بعض الاحتيار يعني لا فيه لعيبة مفيش خطأ في الاختيار بتهيئ لا هو مفيش خطأ بس لما انت كمدير فني تختار تشكيل ومن خلال الاداء لازم ترجع لازم تغير يعني لازم تلحق نفسك يعني شفت لعب النهاردة مش في الفورمة شفت لعب متخيس طبعا لانه المدير الفني ان هو هيبقى حاجة جامدة النهاردة في الفورمة بتعته طلع مش في الفورمة مثلا فلازم يبقى فيه عنده خطة بديلة ايه بس فيه ناس كان عندها تحفوزات على تمركز بعض اللاعبين ان انت افقدتهم جزء كبير من الكروط الربحة اللي عندهم امكانياتهم بان انت بعتهم عن المركز اللي هم متفوقين فيه على مستوى العالم صراحي حد زي محمد صلاح ايه طبعا طبعا ماهو ده من ضمن الاخطاء يعني ماهو انا تقريبا كنا برضو بنتكلم مع بعض الاصدقاء ماينفعش يبقى صلاح وزيزو ماهو انت لازم تختار لان انت دلوقتي مدي تكلفات لزيزو ان هو يبقى بدل محمد صلاح في الجبل يومنا وده مش طبيعي انه ان صلاح يبقى جوه صلاح مكانه الاصلي اللي هو بيتقلق فيه وبيحرز منه اهداف كتيرة جدا انت كده افقدت هو اهم مجلح عيمن على مستوى العالم بالضبط انت ازاي تغير النظام دوت وات اولا انت افقدت الفريق حد صانع العاب ممكن يكون افضل من زيزو مع كل الاحترام لهم يعني اللعيبة احنا بنتكلم دلوقتي كمشاهدة يعني مثلا لو كان ياسر ابراهيم وياسر ابراهيم ما كانش في الفورمة اصلا كانش حتى داخل القايمة لو ياسر ابراهيم جاهز كان هيبقى افضل من حجازي مع كل الاحترام بس ممكن اقول حاجة سيس جمال يعني احنا واخدين على الاختلافات شوائع لا ومال يعني اختلافات في العمص ده وجهة نظر حضرتك بتقال ووجهة نظر خلي بالك يا كله وجهات نظر بس انا بشوف ان احنا نحكم على التشكيل كان غلط او الجو كان وحش او الارض كانت مش عارف ايه ايه الراجل اللي جاي عشان يدرب روي فيتوريا هذا الراجل اللي تم اختياره راجل جيد جدا وكنا متوقعين منه شغل كويس جدا هو بنفسه قال انا يعني بما معنى كلامه اللي هو هو مش فاهم ازاي ده حصل يعني هم مقصرين مليون في المية هو تحمل هذه المسئولية فاجئ يعني طبعا اللعيبة نفسها قالت لك احنا قصرنا ايه فقصة كلها انا ما عنديش أزمة في التشكيل انا ما عنديش أزمة في السكواد انا ما عنديش أزمة في الكلام ده جماعة انا لعبت وحش ايو انا لعبت وحش صح صح الوضع الطبيعي انه يقدم افضل ما عنده ما قدمش افضل مع عنده وحصل الاختراقين اللي جاي منهم الجنين بتوع الموزنبيق لا مش طبيعيين ما احصلوش وما احصلوش مع منتخب مصر بالشكل ده يعني كان لازم يكون تمركز الهاف ديفندرز والاتنين السيردباكات افضل من كده ما يضربوش كده من لعبتين يعني بصين جوه هل كان متوقع ان موزنبيق حلعت بشكل دفاعي بحت فهو ما كانش متوقع هذا الوجود ما فيه كده بقى احنا بنحاول نفهم لان انت كان الدفاع عندك فعلا مش في افضل حالاته يبقى هو الدفاع ما كانش في افضل حالاته دي حقيقة لان انت كنتش متخيل ان المنافس حلعت بشكل وجومي احصلو الدفاع هنا محمد هاني كانت مخترقة بشكل لازم ده عجيب لوحده لا والدفاع مش مقصود بكلمة الدفاع اللي هم اللعيبة المدافعين لا الاداء نفسه تنفيذ الوجبات الدفاعية بزرط لما كون عليك هجمة ما تبقاش انت سايب الدنيا مفتوحة وراء يعني الصغرات والاختراقات دي ما تجيش الا زى يعني مثلا احنا بنشوف لما بيبقى انت بتقدي بشكل دفاعي كويس الفريق بيتحرك ككتلة ما بيتحركش فرض او اتنين كل واحد يعني حتى المهاجم رأس الحربة بيبقى له دور احنا بنشوف يعني في مواقف دفاعية في المهاجمين بيبقى لهم دور وراء بيبقى تفاجأ مثلا ان محمد صلاح هو اللي هو اللي بينقذ الكورة رغم ان هو مهاجم انت واخد بالك يعني هو الفكرة مش فكرة انه الاستاذ فلان الفلاني او الكابتن فلان الفلاني المدافع هو اللي اخطأ ايه اللي وصل الكورة لغاية هنا ما فيه قبل وفيه لعيبة الاسكواد الاساسي عشان نتكلم بقبله وعناصره منطقي انت تختاره طبيعي جدا ايه لكن مش موفقين بعضهم مش موفق ما كانش في ماتش موفق اه طبعا لانه ممكن جدا يبقى فيه صدمة احنا شوفنا صدمة من ايه لا يعني عندك مثلا تونس تونس والجزائق تونس كتبت هاجموا كويسة جون ناميبيا اه يعني انت فهمه زي يعني اقصد انه وارد جدا انه يحصل ده لكن لازم برضو دي نقولها الفريق الجيد او البطل هو اللي يقوم من عصراته ايوه ما هو زي ما قامش يبقى هو ده مستوى وعشان يقوم لازم يحصل شوية تغييرات هنرجع بعد الفصل ده بعد اذن حضرتك لازم نطلعه بسرعة نعرف في رأيك ايه هي التغييرات اللي لازم تتعمل وبسرعة عشان بكرا نشوف يعني عشان نرجع حاجة مختلفة عشان نرجع للبطولة خلينا نكمل بعض ماشا احنا بكل حضراتكم من جديد عودة لزردشتنا مع لازم يتغير وبسرعة عشان بكرا ان شاء الله نسعد بمتابعة ماتش المنتخب شوف اولا لازم الروح والاداء يبقوا اعلى من اللي احنا شفناه في الماتش الاولان والروح والاداء دول مهمين جدا باي لعيبة يعني اي افراد هيلعبوا يعني هي المسألة هنا مش مسألة شخصية او احنا ضد فلان او ضد علان لابد انه يبقى فيه روح مختلفة ما يبقاش فيه استسلام ولا انهزامية يعني يبقى فيه رغبة فيه تحقيق الفوز واحنا شفنا غانا الكبيرة اللي لها اسم برضو في كرة القدم كيف خسرت امام فريق اعتقد انه انه كاب فردي ده جزء داخل حاجة بسيطة او شريط كده داخل السمرائل يعني دولة نفسها دولة او هي مش بصغر حجم الدولة مش قصدي انا اقصد ايه انا اقصد ايه اه لا بس في السنوات الاخيرة عاملين شغل كواس جدا وبرضو رغب انا بشوف رغبة الفرق الصغيرة في ان هي بتاخد دافع كبير جدا وانا بتلعب مع الكبار اه تنافس بقى يعني حتى لو لاحظنا انه قبل مباراتنا مع موزنبيق من كتر كلامنا عن تفوق مصر على موزنبيق وان هي طريقنا الى الفوز بالبطولات وانصدارة المجبور دا بيدي حافز للجانب الاخر يقولك لا طب انا بقى موجود عايز يثبت العكس ايوا بالزبط كده سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي دا نمرت واحد لازم يبقى انت عندك الرغبة وتعلم جيدا كمدير فني وكلعيبة وهم عارفين دا من غير ما احنا نقول طبعا انه المباراة دي فاصلة فعلا واحنا اصل غويين نصنع المشكلة ونقعد نحلها ايه يعني احنا اللي عملنا في نفسنا دا كان ممكن الموقف يبقى مختلف احنا كان الوضع الطبيعي انك تكسب موزنبيق بتلعب مع غانا وانت متطمن اتعكس العملية ملعبتش كويس وتعدلت وبالتالي وغانا عندها ازمة كبيرة جايلك جريحة كبان جايلك مش جريحة بقى هي كانت جريحة وجايلك تحدي كبير يعني مجهزين الشنط لو خسر هيرجع بلده فعشان كده دي مهمة اوي حكاية الرغبة والرغبة الحقيقية ايه 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 احنا نفعل نستدق الرغبة للاعب لابس تشيرت المنتخب مصر يعني مش مجرد اما اللاعب من دول بغض النظر عن امكانياته اللي بتباقى حلقة عشكاية بقول هي مش عمليات فردية ليه الرح ما تبقاش حضرة بتاعي الرح ما تبقاش حضرة بتلعبوا باسم المنتخب مصر طبعا طبعا وعلى فكرة اللي كان دايما بيميز المنتخب المصري في فترات كتيرة الروح طبعا والانتماء يعني فيه كنا دايما بيقول ان المنتخب مصر بيمتاز على بعض الفرق الافريقية يعني الصديقة بالانتماء يعني فيه لعيبة في منتخبات كبيرة افريقية كان عندهم الاندية اهم من المنتخب صح طبعا الحالة للمنتخبات كلها لازم يبقى عندها انتماء يعني لعيبة فيه بعض المنتخبات وفيه حالات معينة فيه لعيبة هددوا بس مش عايزة اقول اسم مين دا امتى لا من سنين قبل كده قريبة برضو مش بعيدة قوي يعني على الاقل في الالفية التالتة بس دي كان ممكن حاجات فردية لا كانوا بيهددوا لو مدتناش مستحقاتنا مش هنلعب احنا ما عندناش دي الحمد لله يعني احنا عندنا ما بيبصش اللاعب بدليل في الفترة اللي انت كسبتي فيها كاس امم افريقيا تلت مرات وراء بعض الجانب الوطني دا كان مهمة قوي عند اللعيبة كلها يعني احساسه من هم وده ممكن يكون قل يعني في الفترة الاخيرة لا هو مش قل بس لازم يبقى فيه ساعات كده ارصت ودن حاجة حصلت لازم يحصل بعديها يأمة استسلام يأمة استفاقة طبعا ان شاء الله نتمنها استفاقة مش عايزة شكك برضو في اللعيبة زي ما سيدنا نعواند قالت انه اللعيبة هم دول الاساس بتوع المنتخب فلازم يبقى كلنا وراهم وثقة فيهم بنقول ان اي حد يعني طبعا الاكيد للمدير الفني هيعمل تعديلاته انما انا شايف مثلا لو هنتكلم على بعض التعديلات يعني نقول مثلا في اسماء انا مش عايزة اقول اه يعني مش عايزة اقول اسماء بس عايزة اطرح بعض الامور يعني من محمد حمدي قد ده على قد ما يقدر وفي حدود المتاح في المباراة الاولى انما فين احمد فتوح الفيتوريا قالب الدنيا على هو فين فين مراوان عطية اللي هو افضل لعبين خلال الفترة اللي فاتت في مكانه فين مين تاني انا مش عايز بس يعني امام عشور مثلا فين بمعنى ايه فين مش موجود ولا فين موجود ومش موجود لا فين في التشكيل يعني 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 طبعا دي ترجع لبردو خلينا نقول برضو يعني ترجع لرؤية كل مدفن ما كيراش كان لا يؤمن ببعض المواهب اللي كانت في الاهلي الروعة جدا واللي اثرت تبعتها بعد كده على اللعيبة وعندك كان محمد شريف وعندك كان افشا وغيره يعني وده بيحصل في العالم كله انا مقدرش اتدخل في اختيارات المدير الفني لا احنا مش بنتدخل احنا بس بنعمل الارم يعني طالما انت مختاره يبقى هو العيب كويس وإيه لما كنتش تختاره أصلا اكيد يعني لما بيجي المدير الفني ايا كان هو مين ويعلن عن القيمة انا اول واحد بضرابلو تعظيم سلام اكيد هو حر طالما انت بتختار المجموعة دي يا سيدي ان شاء الله تجيب كيروش طيب هو لعب لعيبة الاول مرة هو اكتشافهم وقدر يحقق بيهم حتى لو اختلفنا وصولك للنهاية دا وصولك للنهاية دا كان شيء مهم جدا وكشف عن لعيبة كويسة جدا من قدرش نقول لا منهم محمد عبماني عمزة يعني ما فهي الفكرة لكن طالما انت اختارته ومعاك جوا المعسكر فمن حق ان دايس تسأل وهو نفسه فيتوريا ما هو تكلم في جزء اولا حاجة كويسة لازم يعني انه في واحد ممكن يقولك انا مغلطتش لا هو قال ان احنا غلطنا وقال ان في حاجة غلط احنا منتظرين بقى ان هو يصحح دا بس انا من وجهة نظري الاهم والاهم والاهم ان اللي يتم او يقع عليه الاختيار يعمل يموت نفسه في الملعب عشان يقدر هي دي فرصتك الاخيرة يموت نفسه دي ما شوف ناش بتحقق اف ولا واحد بالزبط وبعين انت عندك الموتش التالت نار برضو اللي هو كاب فردي دا انا متوقع ان هو يبقى اصعب من غانا من غانا بس البداية ان انت تكسب في مباراة غانا هي دا الملاش حلي يعني يعني دي ما فيه يعني المباراة التالتة ماشي اعمل اللي انت عايزه ممكن يبقى فيه قولان لكن مباراة غانا ملاش لغة تاني لا بص بقى ساعت ما انا قلت في اولا بقدم الفقرة دي قلت تبقى كارثة سوداء يعني او حقيقية يعني ان شاء الله ان شاء الله مفيش بقى يعني كلام دي ان شاء الله مش هتبقى كارثة يعني ان شاء الله يعني ايه احنا بنقول له مخاوفك لا مخاوفك ان شاء الله بإذن الله بإذن الله لكن هو الواقع بيقول ايه ان ما قدامناش غير كده يعني انا متفق معك في انه هو يبيض ياسود طبعا يعني مفيش رماضي اللي هو الرماضي اللي هو ايه التعادل مسلا التعادل ده يدخلك برضو لسه هسابات بقى لا وحتستني الماتش التالت وكاب فيردي ومش عارف مين فهي الحل الوحيد الابشن او الاختيار الوحيد هو قدام غانا انك لازم تكسك حلو طيب الوقت بيجري بس انا عايزة اروح لنقطة هي هتاخد فقرة كاملة بس هنختصر ايجاباتك هنقولها بسرعة ملحوظ جدا لاي حدث معلش انت اعلى دولة ومنتخب حاصل على هذه البطولة ولكن انت فنيا وكتطوير للقرى انت بتمشي بخطوات بطيئة جدا على الصعيد الاخر ناس ومنتخبات ماشية بسرعة يعني تفوق بشكل كبير جدا اي منتخب حاصل على اعلى نسب في هذه البطولة ومنهم لو حتكلم مصر فتفسير ده ايه مش ان هما ليه تطوروا ليه لحد دلوقتي بلعب كأني على فكرة بلعب من عشر سنين يعني من خمس سنين انا مش شايف حاجة اختلفت نفس الاداء نفس المشاكل نفس السيستم يعني ايه ده ادارة بقا لا دي ادارة الكورة طب ما الاسماء على فكرة مقدر شلون بردو حد في حد الكورة لان الاسماء تختلف مش معقول ده زي ده زي ده نفس المشاكل بلعكس انا بشوف الاتحاد الحالي انا اسفة طبعا بس عشان اكمل نقطتي الاتحاد الحالي وان كان عليه جدل بس انا بشوف بصراحة لازم شوية نديهم كرادت الناس شغالة والناس حولت والناس اتعلمت من اخطاء الماضي وفكرة المنتخب اللي كان فيه اكتر من مدير فني وطلع مديرين فنيين واحد يقال في الطيارة والصورة البشعة اللي حصلت ما تكررتش ولان تكرر لازم الخط العام يبقى ماشي بنظام يعني انا فاكر يعني احسن عصور الكرة المصرية من وجهة نظري واعتقد ناس هتتفق معايا الفترة اللي كان عندك تفوق في منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي التلاتة دول هم دول اللي طلعوا لك مجموعة كاس الامم الافريقية مثلا التلات مرات اللي ورا بقى اللي هي كان حتى تشكيل المنتخب الجهاز الفني كان من افضل العناصر التدريبية اللي حققت بطولات في المستويات دي اللي هو حسن شحاتة وشوق غريب اللي اتنين بقوا في جهاز واحد واخبالك وبقوا زي ما بنقول كده لو كان التعبير صحيح كانوا في اطار مشروع مشروع لنهضة الكرة المصرية اللي هو انه فيه سيستم معين ماشي من الصغار للاكبر للاكبر الى المنتخب الاول انت عندك مشكلة النهاردة اما تخلصي كاس الامم الافريقية دي هيبقى فيه لعيبة مش هتكمل معاك الكاس العالم هل البداء الموجودة هل البداء الموجودة اللي هتحل محل دول ولا ده مش في الدماغ هو ينفع يبقى فيه يعني اندية ولا سيما النادي الاهلي وانا هنا بكلم من ده الحيادية او خصو بالله يعني كيفية ادارة الامور في اندية اصبت من ادارة الامور في المنتخب ما هو ده غلط هو المفروض انه الادارة ادارة الكرة في النادي تبقى ناجحة وكويسة وفي نفس الوقت تبقى في المنتخب كده في اتحاد الكرة بس اتحاد الكرة كمان مهمته انا بشوف ان هي اسهل لانه بياخد افراز الاندية خلاصة اللعيبة اللي في الاندية افراز خلاصة اللعيبة اللي في الاندية ويعني اذا كان عند الاهلي في مشكلة في لاعب في مركز لا المنتخب ما عندهش المشكلة دي لان المدير الفني يستطيع هيجيبه من نادي الزمالك من نادي الإسماعيلي من نادي بيرامدز هاي نادي فهي الفكرة دي يعني ده اجابة سريعة كده على تساؤلك يعني نرجو ان نكون قد افرناك وفقنا في الإيجابة حاولت انا ومستر قريب فاضح دي لحظات صمت بتعدي عادة بعد انا سألت كل اللي عنده لا يقفل عادة تقرابت لحظات صمت ما عندناش حاجة نوع لا وخلي بالك هو الصمت ده برضو مولو معنى طب ما ليه؟ ما ده المتال عليه الصمت البديل يا أستاذ جبال الصمت البديل ما هو لو الحال يصر يا أستاذ جبال ما كداش عادة جيد الصمت دي لا هو نرجع تاني عشان نعمل وصلة للموضوع المنتخب لم يعد أمامه يعني كان قدامه أكتر من فرصة وكان ممكن يبقى ضمن التأهل لو مشي السيناريو طبيعي ما اقولنا والله الكلام ده على كل حال عايزة تعمل فترة صمت لا لا ما هو بص الصمت حيكون حقيقي ده لا تكلم لا لا الصمت يعني اعتقد حيكون من دلوقتي ان احنا لا ننتقم لا ندافع لا نقول اي حاجة خلينا صمتين لغاية المباراة بإذن الله غدا بس مش هنطول اوه في الصمت ما هو ما بقولك اقول غاية المباراة غدا وبعدها نبتدي بقى نفهم احنا فين بالضبط هنلعب كويس وحنفوز ولا هنلعب بشكل متواضع بالضبط وحنتعادل شاول هنخسر فحيبين لكن من دلوقتي البكرة خلينا ننتظر يعني ما نحكمش لما بننتقد ارجو ان المسؤولين في المنتخب وفي اتحاد الكورة ما يخدوش على اعصابهم قوي الانتقادات لا لانه فيه يعني فيه نقد موضوعي يعني ما هو لما يطلع المدير ده لو الحال متعدلش في موتش بكرة يا أستاذ جمال ده حيشوك المشتوى غير مسبوق من الانتقادات ده فيه ناس بس خلي ولد ده مفارملة انتقاداتها بزبط لاعتبارات كتيرة احنا معاك باشا معا نفس الاحجاب هو الفكرة ايه انت بتدي طالما هناك امل خمسة في المية انت معاه صح ولا غلط ليه عشان ما تأثرش كمان ما انا بقولك عشان كده السكوات بتاع المنتخب ده من اعظم ما يكون بس لو حققوا اللي احنا عايزينه لو ما حققوش يبقى فيه كلام ولا انا غلطان صحيح يعني ما هو وضع طبيعي هو لا يمكن انت كمان تقول انت كاعلام لا يمكن تقول حاجة عكس الواقع يعني لو المنتخب ده كسبان ثلاثة هتقول ايه حتى لو فيه عيوب في الاداء صحيح صحيح خلاص طبعا وهكذا الفوز يعني دايما بيداري العيوب صحيح صحيح لكن لو بقى اه 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 تعالا النهار تلك بكرة جميلة ان شاء الله بإذن الله تبقى بإذن الله يوم سعيد والله انا متفاقل بك بقى يا ربنا والله زي ما كنتش معنا مرة وكنت مطس وخسرنا ايوه صح ان شاء الله بإذن الله نكسب بإذن الله والمنتخب اداءه يختلف جدا في المرحلة القادرة ان شاء الله يا رب نشكرك يا سيد جمال على وجودك معانا الهدى نورتناك العادة شكرا والشكر موصول لمشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعة ويا رب خير بكرة ان شاء الله ونتمنى يوم الحد نستهل اليوم بقول ما سواح النظر وحشدت لك جملة دي والله من اللي فبنقولها بونجور بونجور دي عايد بعض رأس